السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل مع بعض الموضوع التاني في البحث اللي هو بيتكلم عن الطاقة. فالطاقة بيقول لي اتكلم فيها عن عن البترول والغاز الطبيعي كاحدة مصادر الطاقة استخدام البترول والغاز الطبيعي. جمع معلومات عن قراءة اعداد منزلي. وحدد الاشهر الاكثر استهلاكا. نبدأ اول حاجة. ادي كده عرفت انا هتكلم عن الطاقة. هتكلم عن البترول والغاز الطبيعي بالاخص. هجيب عندي القالب اللي انا هكتب فيه. عنوان الموضوع. هكتب اللي هو من دهولي. اللي هي استخدامات الطاقة في حياتنا اليومية. ومصادرها. يبقى المعنون ايه? استخدامات الطاقة في حياتنا اليومية ومصادر الطاقة. ده كده العنوان. بعد ما بكتب العنوان بكتب الرقم التعريفي اللي هو كود الطالب اللي انت جيبته من على موقع وزارة التربية والتعليم. بعد كده بكتب المقدمة. المقدمة دي انا هاجيبها من النت او من بنك المعرفة. المقدمة بتبقى من 40 لخمسين كلمة. يعني حوالي 3 اربع سطور. بعمل سرش على النت او على بنك المعرفة. بكتب مصادر الطاقة. بيديني البترول والغاز الطبيعي. كل دي عندي معلومات. بكتب باخد حوالي اول اربع سطور وبكتب هنا دي المقدمة بتاعتي. انا بكتب هنا في المقدمة باخدها من الموقع اللي عن نت. وبعد كده بخش فيه عناصر الموضوع. بكمل عندي عناصر الموضوع. ببدأ باخد المعلومات دي. واكتبها في عناصر الموضوع. حوالي بكتب بتاع صفحتين او صفحتين ونص. اللي هو يعني فيما يعادل من ربعمية لخمسمية كلمة. بعد ما اخلص برجع اشوف عايز مني ايه تاني. بيبقى السور. سور دي موجودة برضو في في النت. هتلاقي عندها كده فوق. في الصفحة كده من فوق فيه سور. السور دي ممكن انت تعملها وتاخدها وتحطها في الموضوع بتاعك. بعد ما نخلص في عندي حاجة اسمها النتائج. النتائج اللي انا طلعت بها من الموضوع. يعني فيه معلومات انت طلعت بها من الموضوع دوت. يعني مسلا عرفت ان البترول والغاز الطبيعي من مصادر الطاقة الغير متكددة. ممكن نكتبها دي في النتائج. ممكن نكتب ان البترول والغاز الطبيعي ان الغاز الطبيعي افضل من البترول لان هو بيعمل اقل تلوث. بكتب الحاجات انها طلعت بها من البحث. المصادر. جبت المعلومات دي منين? جبتها من على النت. من الموقع. اسمه تسع بيئة. خلاص? تمام. نرجع تاني نشوف البحث بتاعنا خلاص ولا لسه? عايز مني حاجة تانية? طب اشوف كده عندي في المتطالبات بتاعتي. انا كده خلصت اول نقطتين البترول والغاز الطبيعي كاحدة مصادر الطاقة واستخدام البترول والغاز الطبيعي. جبت المعلومات دي من عن نت. طب بيقول لي اجمع معلومات عن قرارة عدد كهرابي. اه منزلي هو يعني ايصال. واعمل تلات شهور متتالية وما استدالك بالبيانات. يعني اعمل الكلام دوت تمثيل بياني. سهلة جدا الموضوع دوت. هعمل تمثيل بياني. بالمنظر ده كده. ده عندي محورين. محور هكتب عليه الشهور. والمحور التاني هكتب عليه الاستهلاك. انا عندي مسلا اول شهر شهر يناير. وبعدين فبراير وبعدين مارس. اي تلات شهور. واكتب مسلا شهر يناير استهلقت مسلا ميت كيلو واط. طب شهر اللي بعديه شهر فبراير استهلقت كان مية وخمسين كيلو واط. طب شهر مارس سهلقت كان متين كيلو واط. تحت هنا في المحور اللي هو الافقي بكتب الشهور والمحور الرأسي بكتب الايه الاستهلاك. وبعمل الخط دوت طبعا بيقط ايه تصعودي. هنا بيقول لي اني والشهر انت استهلقت فيه اكتر. بيقول لي كده حدد الاشهر اكثر استهلاكا. حاوله شهر مارس. طب والاقل استهلاك اللي هو ايه شهر يناير. اكتب اسم الاشهر باللغة العربية سهلة. طب لغة الاجنبية خد الاشهر دي ويدخل على جوجل اكتب ترجمة حيترجمها لك اللغة الايه الاجنبية. وكده انت خلصت البحث التاني اللي هو بيكلم عن الاجنبية.